تركوا في القناة فعال زي رجال زي تخطي لاي شرح الخاص بصيغة اللي المبني للمجهول في زمن اللي هو المضارع البسيط وكمان زمن الماضي البسيط هنبدأ بقى نطبق على التمارين الخاصة بالكتاب بداية من صفحة تسعتاشر الجزء الاول بيقول قلنا اللي هو دافئ كلمة اللي هي مبلل او مبتل قلنا اللي هي مناطق لانواع نباتات لطيور يعني ممكن بتعيش وبتنمو في المكان ده سحراء لغابات ستوائية او مطيرة لكس وبحيرات طبقا للتعريفات اللي احنا خدناها يبقى كلمة لبيئات كلمة مناطق خضراء مفيش فيها جبال يا طرق بولر قلنا لو قطبي كوستل ساحلي ديزرت سحراء جراس لاند ارض عشبية يبقى طبعا الاجابة رقم دي يبقى كلمة جراس لاند قلنا نيكستو معناها بجوار زا سي يبقى مفتاح الجملة هنا كلمة زا سي اوزا اوشان اللي هو المحيط يبقى فورست غابة ديزرت سحراء كوستل ساحلي بولر قطبي طبعا يبقى طالما قال لي الساحل يبقى نحط هنا كلمة كوستل از بيس ازا ناتشرال هوم ناتشرال هوم يعني الموطن او المنزل او المأوى او المكان الطبيعي او انفيرومنت ليا البيئة او ان انيمال لحيوان بلانت نبات او ازر ارجانيزمز ليا الكائنات الحية او الكائنات الدقيقة طبعا هنا المقصود بها الكائنات الحياني يطر هابت عادة هابتات موطن هوبي هواية هلس صحة يبقى اكيد طبقا للتعريفات والكلمات اللي احنا خدناها يبقى كلمة هابتات اللي هي موطن سام لارج هابتات اللي هي البيئات الكبيرة كلمة طب اللي هي في اعلى يبقى يطرى اسبيس از دا اوبزت يعني عكس ان ميننج تو طب يبقى كلمة طب معنى اعلى يبقى عكسها ايست لشرق وست غرب بطم قاع بطن اللي هو الزرار طبعا يبقى هنا كلمة بطم اللي هي القاع يعني دمرت بعض الفنادق الساحلية معنى بريك داون ديسترويد دمر يصمم بلت يبني يصنع طبعا نبقى هنا نحط كلمة ديسترويد بمعنى يدمر نروح لصفحة توينتي عشرين بول نكون صفة من كلمة باي ادين جزاء كنا حافظنا ان كلمة الصفة منها يبقى هنا نزودنا اللي هو المقطع او الصوفيكس I will re-read قلنا طبعا re-read معناها يعيد كراءة the story the prefix re-means to read it طبعا قلنا كلمة re يبقى معناها ايه مرة ثانية مرة ثانية هنا يبقى هنحط كلمة again some animals prefer grassland habitat لبيئة العشبية habitat here means مقصوب بكلمة habitat او بيئة او موطن او مكان يطرى water to use المية عشان يستخدموها sports to do يعني يمارس رياضة food to enjoy طعام ولا a place to live اكيد يبقى a place to live in the sea water لبيئة البحر here is the space I can see the little fish ده الصينة شايفين السمكة هوت في المية يبقى معنا كده ان المية هنا clear واضح او صافي polluted ملوس huge dog national قومي اكيد يبقى كلمة clear يبقى صافي الجملة رقم 11 see what is space in the western desert see what تطلع يا ترى valley ودي island جزيرة village قرية oasis واحة اكيد طبعا بنسمع ان هي اسمها سوى oasis واحد see what وطبعا خدناها في قلب النص water space come naturally يعني بشكل طبيعي to the surface from under the ground المية اللي بتطلع من تحت الارض دي بنسميها string خيوط springs يا نبيع مياه oasis اليواحات parts حضائق اكيد اللي حافظ الكلمات هيلاقي كلمة springs اللي هي يا نبيع المياه the space habitats are always cold and are often covered by ice مفتاح الجملة هنا كلمة ايه covered by ice يعني مغطاة بالجليد او التلج desert صحراء polar could be forest غابة coastal ساحلي اكيد يبقى كلمة polar اللي هي البيئة القطبي as base is something that makes you feel it is beautiful حاجة جميلة or amazing يعني رائع يبقى كلمة wonder wonder اللي هي يتساءل طبعا wonder اللي قولة معناها هي تجول jumper اللي هو plover وكلمة machine طبعا اللي هي قالة طبعا يبقى هنا معنى الجملة يتعجب او عجوبة او يتساءل يبقى هنحط هنا كلمة wonder جابة رقم we can make a noun from the word appear كلمة appear اللي يزهر عشان حولها الاسم كنا حافظين يزهر يبقى مظهر او ظهور يبقى كلمة appearance يبقى هنا بنحط الصوفيكس a-n-c-e they او the synonym of the word strange اللي هي غريب يبقى كلمة غريب يبقى بتساوي usual معتاد similar مشابه familiar مألوف ولا unusual اكيد يبقى كلمة unusual this house looks like a plane look like يبقى يشبه it has a strange يبقى بتكلم على shape شكل size حجم او مأس color لون name اسم ترامب يتكلم على الشكل يبقى هنا هنحط على طول كلمة shape بمعنى الشكل نروح لقى الجملة رقم 18 he works for at charity اللي هي مؤسسة خيرية for free he is a يطرى leader اللي هو قائد chief اللي هو رئيسي او اساسي او شخص المسؤول volunteer متطوع ولا manager مدير طبعا طالما قال الكلمة for free يبقى على طول هنحط كلمة volunteer متطوع this lake is not man made طبعا man made يعني من صنع الانسان طالما قال النط يبقى not man made يبقى ليست من صنع الانسان يبقى it is يبقى يا طرى natural طبيعي new جديد physical بدني ancient قديم اكيد طالما مش من صنع الانسان يبقى هي natural اللي هي طبيع the wind طبعا خدنا حرف جر على بعضه مع كلمة make make into معناها يحول الى او يشكل يبقى هنا كلمة make into strange shapes معناها يحول او يغير الى اشكال غريبة اللي هي كلمة strange shapes نروح بعد كده لصفحة 25 اللي هي التمارين الخاصة بجزء الجرامر وكنا طبعا شرحنا في الجزء دوت وديت موجودة في الفيديو الخاص بالجرامر الرابع بتاعها يكون موجود اسفل فيديو ليصغط المبني للمجهول او البسف في زمن المضارع البسيط نلخص الزمن كده بشكل بسيط في البسف قلنا الجملة دايما بتبدأ بي object اللي هو مفعول او نائب الفاعل لو كان مفرد بنحط كلمة لو كان جمع بنحط كلمة قدر تعمل الفاعل لا يبقى طلابا مش هي اللي هتعمل الفاعل يبقى اكيد دي اتصغط مبني للمجهول يبقى بتجيب از او ار وتصريف ايه تالت للفاعل طب نشوف زي اللي هي المحمية الطبيعية اسأل نفسك سؤال هل دي اتصغط نفسها اكيد لا يبقى هنا صغط مبني المجهول طب مفرد ولا جمع مفرد يبقى المفرد ياخد كلمة ايه از اهيت وتصريف تالت يبقى هنحط كلمة يبقى از وتصريف تالت درس سهل جدا جدا طب اللي هي الصور ار جاب لكلمة ار خلاص الصور هل هي اللي بتصور نفسها لا يبقى انا محتاج تصريف تالت من تيك يبقى نحط تيكين على طول اللي بعدها فوتبول بلايز اول اوبر ده وارلد ها الكورة هل هي اللي بتلعب نفسها لا طب فوتبول اسأل نفسك مفرد ولا جعم مفرد يبقى تاخد كلمة از تصريف تالت من بلايه يبقى كلمة بلايه يد الجملة اللي بعدها برضو سؤال كلمة روم الحجرة هل هي اللي بترتب نفسها لا يبقى سغط مبني المقول بس خلي بالك جاب لك هنا يبقى كده الجملة محتاجها ايه نافي تبروم مفرد ولا جعم مفرد يبقى نحط كلمة از وخلي بالك طالما نفي يبقى بتزود يبقى تصريف تالت من طيدي يبقى كلمة المناطق هل هي اللي بتعرف نفسها لا يبقى جاب لك يبقى انت محتاج تصريف ايه تالت يبقى كلمة نون اللي هي البيئات هل برضو البيئات او المواطن هي اللي بتجد نفسها اكيد لا يبقى هابيتات مفرد ولا جعم جعم يبقى تاخد كلمة ار وتصريف تالت يبقى كلمة فاوند رقم سبع what kind of هابيتات is the area around the nile delta call جاب لك كلمة هابيتات مفرد وجاب لك كلمة is call بمعنى يسمى او يدع مش هي اللي هتسمى نفسها يبقى تصريف تالت يبقى كلمة called على طول درس زي ما قلنا سهل خالص ملخصه مفعول am is are وتصريف ايه تالت للفعل وفي معظم الجمل بنستخدم is وار لو مفرد يبقى is جام يبقى are المجلات ها بيبيع نفسها اكيد لا خلاص فهمنا اللعبة بقى سل طب مفرد ولا جام جام يبقى تاخد كلمة are وتصريف تالت من سل يبقى كلمة sold which kind of habitats are finding at جبل علبة ها هابيتاتس مفرد ولا جام 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 طب هاي ار يا مستر بجيب بعدها ان جي هقول لك بقى نرجع للشكل بتاعنا هل هابيتاتس هي اللي بتجد نفسها لا بس مبني المجهول يبقى انت محتاج are وتصريف تالت للفعل يبقى كلمة فاون هندردز اشجار النخيل مفرد ولا جام سهلا بقى ديت يبقى are على طول هو جام هنا بقى فكرة النوع انه طبعا صغط المبني المجهول مفعول ونحط وتصريف تالت وبنحط بقى حاجة اسمها والفاعل طبعا هنا ماقولش بقى كلمة لا يبقى نحط دايما كلمة يبقى الصيغة اللي بتجي في البسف اللي هي بيزور نفسه لا يبقى انت محتاج ايه تصريف تالت للفعلي اللي هي التصريف التالت جملة رقم تلتاشر بقول النيزك اللي هي بحيرة النيزك هل هي اللي بتوصف نفسها لا طب تمام يبقى محتاجين يا ازي اار لكن هنا مفرد يبقى تاخد ايه تصريف تالت يبقى كلمة يبقى في استراليا في استراليا بداية فاصل الربيع هنا كلمة مفرد ولا جام مفرد يبقى هتاخد كلمة مش هتاخد كلمة ركز بقى في سؤال مهم جدا جابها لك هنا صغط استفهام هنا المقصود هل انت ساعدت نفسك ولا يتم مساعدتك لا يتم مساعدتك طب يا مستر ما هي سهل هجاب لي كلمة هل بالتصريف تالت وانت قلت لنا طالما فيه تصريف تالت يبقى انا محتاج حاجة من اتنين يا ازي كلمة اار عندي يوب تاخد ايه اار صح يبقى هنقول اار على طوله نخلي لانها في بداية الجملة او في بداية السؤال نروح بعد كده للتمارين العامة للدرس الاول والتاني بداية من صفحة ستة وعشرين السؤال الاول اللي هو الديالوج بقول فينش دفولوين ديالوج بقول ايمن اس توكين تو هز فرين رامي اباوت جابل علبة بقول لتو داي اي هاب ريد ان انترستن ارتكيل بقول لقريت مقال شيق اباوت اناشنال بار محمية طبعية قال له وات از طبعا زي ما تعودنا بقى من الترم الاول لما نيجي نجاوب على سؤال بدء بقى لس فهام بنصف بقالات لس فهام اللي هي كلمة عندي اس يبقى هنعمل المقص يبقى هنقول طبعا من رأس السؤال والاجابة يبقى لازم اجابة محددة هنا يبقى مفيش غير كلمة علبة ونحط طب سؤال قال له هنا اكتر من سؤال ممكن نقول يعني ليه يسمى جبل علبة ده سؤال او نمشي مع الجملة اللي عندي يبقى هنقول ونحط كلمة ده ات تيك ونحط كلمة اتس نيم او ونحط كلمة اتس نيم كم فرم قال له can you give me some more information about it? السؤال بدأ بكلمة can يبقى هنجاوب بyes أو no. طبعا هنا هنجاوب بyes. يبقى هنقول yes of ونحط كلمة course أو sure أو certainly. طب. قال له is it visited by many people every year? سؤال حلو وبيعتمد على ان انت قريت المحادسة ولا لا. هل يا ترى يتم زيارته بوسطة عدد كبير من الناس? نكمل قال له because it isn't easy to reach. آه يعني مش سهل ان الناس تروح هناك. يعني صعب ان الناس تروح. يبقى هنا لازم? اجاوب بكلمة no. يبقى no it isn't. يبقى no it isn't يعني لا. او ممكن نقول no طب. قال لي سؤال اجابته بيكوز. يبقى هنقول كلمة y ونحط is ونحط كلمة not. يبقى why isn't it visited by many people نروح لي السؤال اللي بعده. اللي هو سؤال الاختيارات. زي ما قلنا حافظنا الكلمات يبقى سهل ان انا اجاب. بول we should protect our planet. بلانت قلنا لها الكوكب. protect is similar in meaning to. يبقى معنا كلمة protect. damage يدمر save. يحمي او ينقذ increase. يزيد discover. يكتشف. طبعا يبقى هنا كلمة protect. يبقى معناها كلمة save. space is an area. منطقة in the desert where you can find water and it's always green. ودايما بتكون منطقة خضراء. يطرى forest. غابة. oasis. واحة. coast. اللي هي ساحل. lake. اللي هي بحيرة. طرى ما قال لي منطقة في السحراء. وبيكون خضراء. وفيها مياه. طبعا يبقى هنا كلمة oasis. اللي هي الواحة. to form the adjective of the word nation. طبعا nation. قلنا الصفة منها national. خلاص يبقى نحط الصوفيكس. al. زى synonym قلنا اللي هو مراد في اض. bright. bright قلنا بمعنى لامع. او مشرق. is space dark. مظلم. shiny. لو لامع. كلمة ضل. معناها كئيب او عابس. ولا boring. ممل. طبعا يبقى هنا نحط كلمة shiny. اللي هي الاجابة رقم b. that space is a large natural area. وانا natural معناها طبيعي. of land. which is mostly green. منطقة خضراء دائما. shape. شكل grassland. ارض عشبية. desert. سحراء. coast. ساحل. يبقى اكيد هنا كلمة grassland. نروح لي صفحة سبعة وعشرين. this shop المحل. only sales magazines. يعني بيبيع مجلات فقط. it is a robot. اللي هو انسان قالي. news agent. باقع جرائد او مجلات. builder عامل بناء mechanic. طبعا يبقى هنا كلمة news agent. جابة رقم b. نروح لي السؤال بعد كده. اللي هو السؤال الكمبيلات. مدينة amazing رائع. locate. معناها يقع او يوجد. is located. يوجد او يقع. بس في صغط مبني المجهول. springs. يا نبيع مياه. swimming السباحة. و local. اللي هي محلي. bulls there are different places that could be on the list of egypt's natural wonders. للعجائب الطبيعية. one of these is waadi al-wishwashi. which space on. هل هو بيقع بنفسه. لا يبقى هنا صغط ايه. مبني المجهول يبقى is located. on the way to south sinai. اللي هي جنوب سيناء. there هناك you can find space that form small lakes. طبعا ما قال لي بحيرات. يبقى هنا بيكلم على مين? springs. اللي هي نبيع مياه. it is a wonderful place for. مكان رائع لي. ها اللي ممكن نعمله هناك. شطار. يبقى كلمة swimming. it is an space place to visit. اكيد يبقى مكان رائع. يبقى amazing place. اللي هو مكان رائع. نروح لي سؤال التصحيح. بلزة خارجة. الياه واحد الخارجة. visited by mini tourists every year. خلاص الناس سألت الاجابة بقى سهلة خالص. اه خلي بالك بقى هنا بيتكلم على. بعضنا ممكن يتخذع في الاس هنا. لا ده اسمها. واحد. يبقى مفرد. يبقى نحط is visited. فخلي بالك. علشان بعضنا ما يغلطش في الشكل ده. يبقى is visited by. طبعا حفظنا بقى حرف الجر هنا يبقى كلمة ايه? by اللي يبقى بواسطة. large areas of wetlands covered by ice. ها. areas مفرد ولا جام? جام. يبقى نحط كلمة are. تصريف ثالث covered. اللي بعدها. english teach at our school. هل الانجليزي هو اللي بيدرس نفسه? لا. انجليزي مفرد يبقى is. تصريف ثالث من teach يبقى كلمة toot. my grandfather's house. المنزل surrounded by some beautiful fields. هل المنزل هو اللي بيحط نفسه بالحقول? لا. يبقى منزل مفرد يبقى is. كلمة surround خلي بالي. ده المصدر surround يبقى بنحط لها. في التصريف الثالث اي دي يبقى كلمة surrounded by. نروح بعد كده اللي هي احد العجائب الطبيعية في مصر. طبعا الـ review او البراغرف دوت هنلاقي مكتوب في الوصف اسفل الفيديو. وازاي نتعامل مع سؤال الـ review. نروح بعد كده للدرس التالت وي الرابع من الوحدة السبعة بداية من صفحة اربعة وي آآ تلاتين. نروح ليه سؤال الاختيارات. بوليس بيس is a cutting down. cutting down اللي هي cut of trees اللي هي الاشجار in a large area في مساحة او منطقة كبيرة. يبقى deforestation قطع الغابات. كلمة desertification اللي هي التصحر. controlling اللي هي التحكم. destroying اللي هي تدمير. طالما بيكلم على التريز يبقى ديت اسمها deforestation اللي هي قطع الغابات او الاشجار. a group of animals مجموعة من الحيوانات. or plants نباتات. of the same kind is. خدنا في التعريفات. يبقى space اللي هي فضاء. spaces. وقلنا طبعا ممكن نقولها speeches. face. وجهة. case. حالة او قضية. طبعا يبقى هنا كلمة spaces اللي هي فصائل او انوع. السؤال اللي بعده. as base is the land. اللي هي الارض. that is pillow. يعني اقل او منخفض عن. the area around it. اقل او منخفض عن المنطقة اللي هي حواليها. طبعا يبقى كلمة depression. زي ما قلنا في الشرح حافظنا الكلمات بشكل كويس. هنحل الجمل بسهولة. when something is kept safe. طبعا قلنا كلمة keep safe. معناها يحافظ على امان. from being damaged. انه يتدمر. it is. يطلب reserve. يحفظ او يصون. depressed. معناها يحبط. damaged. يدمر. reserve. بتيجي بمعنى يحجز. طبعا يبقى هنا هنحط كلمة preserved. اللي هي الاجابة. رقم a. is based means to damage. يدمر something so badly that you can't repair it. يدمر. يبقى معناها exhibit. يتوقع. remove. يزيل. destroy. يدمر. treat. يعامل. يبقى هنا كلمة destroy. رقم c. the antinim of hard. قلنا antinim اللي هي عكس. hard. hard بمعنى صلب او صعب. يبقى عكسها. remote بعيد. difficult صعب. easy سهل. for بعيد. طبعا يبقى هنا صعب. يبقى عكسها كلمة easy. the synonym of the word fortunate. طبعا كلمة fortunate قلنا بمعنى محظوظ. is space. يبقى lucky اللي هو محظوظ. unlucky غير محظوظ. unfortunate غير محظوظ. on happy غير سعيد. طبعا يبقى كلمة synonym. مراضف. يبقى هنا بتساوي كلمة lucky. my father is kind. هنا kind معناها طيب او عطوف. the antinim. عكس of kind is. يترى soft. ناعم. easy. سهل. cruel. معناها عنيف او قاسي. amazing. طبعا يبقى اللي جابة رقم c. many ancient space are found in phyum depression. ربما نخفض الفيوم. these are bones of animals. يبقى مفتاح الجملة هنا كلمة ايه? bones اللي هي عظام للحيوانات. بنسميها fossils. حفريات. bags. حقائب. carriages. قلنا طبعا اللي هي عربة. يجرها اه حصان او عربة في قطار. ولا owners اللي هما اصحاب الشيء او ملاك الشيء. طبعا يبقى كلمة fossils. رقم ايه. the fairs preserved. يحفظ. their bodies will. اللي هو الاكساد. يعني كانوا بيحنطهم الاكساد بتاعتهم. this means they space them will. يبقى يا ترى. discover. يكتشف. soul. يبيع. kept. يحفظ. serve. معناها يقدم طعام. طبعا يبقى هنا كلمة kept. زي build as based to warn. warn بمعنى يحذر. or guide ships. عشان يحذروا او يرشدوا السفن. يبقى stash. شو تمثال? stable. الاستابل بتاع الخيول. castle. قلعة. light house. منارة. اكيد طبعا يبقى كلمة light house. زي ما اخدناها في النص. some of the fossils discovered in وادي الحيتان. بعض الحفريات اللي تم اكتشفها في وادي الحيتان. measured. يعني كان طولها. twenty one meters in. يا ترى. cost يكلف. length. tool. dips. عمق. taste. يتزاوك او مزاوك. طبعا يبقى هنا طولها يبقى كلمة lens. as based is something. يعني شيء ما. that people travel in. الناس بتسافر في. that is pulled by a horse. يبقى حاجة بيجرها الحصان. car. سيارة. carriage. عربة. اللي هي جرها الخيل. ferry. معادية. tractor. اللي هو جرار. طبعا يبقى هنا هنحط كلمة carriage. الاجابة رقم بي. ودي خدناها من ضمن التعريفات. نروح لصفحة خمسة وثلاثين. as based is a building. مبنى او مكان. where horses sleep. المكان اللي بيعيش فيه. او بيقيم فيه. الخيول. stable. والاستابل. كيف. كه. هط. كوخ. فلات. شقة. طبعا يبقى كلمة stable. جابة رقم a. we use the prefix. قلنا اللي هو مقطع في اول الكلمة. space to get the opposite of kind. كلنا حافظين كلمة kind عكسها. unkind. يبقى هنا un. ون. جملة ستتاشر. scientists. اللي هو العلماء. found out. mini facts. حقائق. about wealth. عن الحيتان. the synonym of found out. كلمة found out. قلنا معناها يكتشف. يبقى ترى invent. يخترع. invite. يدعو. discover. يكتشف. covered. يغطي. يبقى اكيد كلمة discovered. نجيب محفوظ. is a famous writer. اللي هو كاتب. زى antonym. قلنا اللي هو عكس. of famous. is. يطرع. known. معروف. popular. مشهور. او معروف. unknown. غير معروف. unusual. غير معتاد. طبعا هنا كلمة famous. اللي هي مشهور. يبقى عكسها غير معروف. يبقى هنا كلمة unknown. اللي هي غير مشهور. all tourists prefer the ancient Egyptian civilization. اللي هي الحضارة المصرية القديمة. ancient means very. معنى ancient اللي هي قديم. يبقى old قديم. expensive. غالي. new. جديد. amazing. رائع ومزهل. يبقى هنا كلمة old. the space of the restaurant. اللي هو المطعم. is mister علي. يطرع بقى علي ده. يطلع ايه بالنسبة للمطعم. he bought it last week. هو اللي اشترى المطعم. يبقى هو. customer. زبون. waiter. garson. cashier. اللي هو عامل الكاشير. ولا owner. مالك. اكيد يبقى كلمة owner. رقم D. can you space me some advice. اللي هي بعض النصائح. about how we should treat animals. اللي هي يعامل. the animals. اللي هي الحيوانات. طبعا قلنا مع كلمة advice. يبقى يعطي نصيحة. يبقى كلمة give advice. يبقى اللي جابة رقم C. نروح بعد كده لصفحة تمانية ووية تلاتين. اللي هي تمارين الجرامر على الدرس التالت والرابع. وطبعا كنا اخدنا فيها برضو صيغة المبنى المجهول. البس بس فين في الماضي. قلنا في المضارع لو فاكرين في الدرس الاول كان am is are وتصريف تالت. في الماضي سهلة خالص. بنبدأ بالمفعول ونحط برضو حاجة من اتنين. يا ووز يا وير. لو المفعول مفرد يبقى ووز. لو الجامع يبقى نحط كلمة وير. نشوف السؤال الاول بيقول. زي. اللي هو اخوه الصغير يبقى اكيد مش هو اللي هياخد نفسه يودي نفسه المستشفى. طبعا هنا مفرد يبقى ياخد كلمة ايه? ووز. وتصريف تالت من تيك يبقى كلمة تيكن. طب يا مستر مش انت بتقول مفرد ياخد از? احنا قلنا بقى هنا بنتكلم على ماضي يا ستر دي يبقى بتكلم يا ووز يا ايه? يا وير. طبعا كلمة ووز هيت يبقى انا محتاج تصريف تالت للفعل مش هو اللي هيولد نفسه. خلاص حفزناها يبقى كلمة على طول. يبقى زي نيوز بي واتشد باي امر يستر دي. خلي بقى لك بقى هنا طبعا يستر دي خلاص انت حفزت الفكرة يا وز يا وير. طب كلمة نيوز اه يا مستر دا احنا اخدنا نيوز وفرنتشر وماني وانفورميشن ديت اسماء لا تعد يبقى هنا كلمة ووز. طبعا قلنا اسم لا يعد يعني يعامل معاملة المفرد. جملة بقى جميلة جدا ركز فيها اللي هي العجائب. جاب لي هنا كلمة ايه? از. طب يا مستر دا هو بيقول لي عجائب مش العجائب دي الجام? هقول لك لأ انت مش بركز ده جملة بدقة بي. اه 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 يعني قائمة مني. بقى هو بتكلم هنا على الليست القائمة اللي اتكتبت. يبقى هنا ماضي نحط كلمة وز. خلي بقى لك بقى عشان بعضنا ممكن يقول لي ايه? وير عشان سيبن واندرز. لا احنا بنتكلم على كلمة اه لست او. زيز بك وير. خلص هو اجاب لك كلمة وير وانت خلاص فاهم اكيد ان كلمة السور مش هترسم نفسها. يبقى هنا تصريف تالت. يبقى بين تد. تصريف تالت. زات ليك فورم هندردز اوف ييرز اجو باي افو الكانو. طالما قال لي هندردز اوف ييرز اجو. يبقى بنتكلم على ماضي. طب كلمة ليك ها مفرد على جام? مفرد. في الماضي تاخد كلمة وز. تصريف تالت من فورم يبقى كلمة فورمد. بنحط لها اي دي. اه طبعا هنا كلمة الاحجار هل هي اللي كانت بتشين نفسها? لا يبقى تصريف ايه? تالت. نحط كلمة ويري الاول عشان اه كلمة ستونز جام. وتصريف تالت موجودة يبقى كلمة كاريد. ده. طبعا برضو بيتكلم على ماضي. المدينة سميت. يبقى اكيد في الماضي. يبقى هنا هنحط كلمة ووز نيمد. الفيضانات. المنازل. يبقى بتكلم على ماضي هو. يبقى جمع. يبقى تاخد كلمة وير. تصريف تالت. يبقى يبقى ويرو تصريف. تالت للفعل. في اخر مية سنة. طبعا هنا وي فاعل. احنا اللي فقدنا. يبقى الفعل ماضي. يبقى نحط كلمة بس. طبعا هنا في الماضي. يبقى نحط كلمة ووز. اتناشر. اتري ووز بلانت باي زا فارمر. ووز يبقى انت محتاج. تصريف تالت بلانت. لان الشجرة مش هي اللي هتزرع نفسها. زا فرست اولمبيك جيمز. وير. الالعاب الاولمبية. او الالعاب اولمبية. بقى هنا جيمز. جمع. جاب لكلمة وير. يبقى انا محتاج تصريف تالت من هولدين. كلمة هلد. خلي بالي الفعل هولد. اللي الماضي منها كلمة هلد. وتصريف تالت. ازا كارتج بولد باي زهورس يستردي. خلاص حفظنا بقى يستردي. يبقى هنا بتكلم على ماضي. كارتج مفرد. يبقى نحط كلمة ووز. ايه هي المادة الغير طبيعية? طبعا هنا ووز. يبقى تصريف تالت. يبقى نحط كلمة يعني اللي تم استخدامها. نروح بعد كده لتمارين الدرس التالت والرابع. بداية من صفحة تسعة وتلاتين. سؤال محادثة. تكلمه عن قصة. تقولها what are you doing? يقترب تعمل ايه? فتقولها I am reading a story. سؤال it is about it للمقصوبة القصة. يبقى هنبدأ بكلمة what? هل تستفهم? عندي از يبقى نعمل مقص يبقى what is it? ونحط كلمة about. ونحط علامة استفهم. طب. سؤال no animals can't talk but this is only a story. لا ما بتتكلمش ولكن ديت مجرد قصة. هنا طبعا كلمة no يبقى سؤال يبدأ بفعل مساعد موجود كلمة can't هنا. يبقى هنشطه no and not. ونبدأ بكلمة can. يبقى can. الفعل هنا يبقى نحط animals. ونحط كلمة talk. هل يطرق animals ممكن تتكلم. يبقى can animals talk. يبقى لجابة no. did that rabbit live alone? هل يطرق كان بعيش لوحده? من خلال محادثة. بول this mean he has a family. يعني كان عنده اسرة. يبقى لازم احط كلمة ايه? no. يبقى no. he. ونحط كلمة didn't. this means he has family. عنده اسرة. did the story end happily for the rabbit. هل يطرق انتهت بشكل سعيد بالنسبة للرابط? برضو من خلال الحوار I think it is an exciting story. طالما قال لي exciting يبقى الافضل نقول يبقى yes it did او yes of course. I think it is an exciting story. قصة مسيرة. can I borrow this story to read it? طبعا السؤال بدء بكلمة كان ممكن اخذ القصة اراها. يبقى yes. ممكن نقول you can. او الافضل yes of. ونحط كلمة course. يعني نعم بالطبع. يبقى yes of course. او yes you can. نروح لي السؤال الكمبيت. مديني lay turtles preserving rainforests lie وكلمة preserved. بقول animals live in different habitats. بيعش في بيئات مختلفة. these habitats are will. طبعا يبقى نحط كلمة preserved. طبعا ما جاب لي كلمة ريبقى انا محتاج تصريف ايه? ثالث للفعل. يبقى preserved. اللي تصريف ثالث. grassland provide habitat for animals like the caracal. اللي وقت القراكال. the space are home to more than half of world's animals. طبعا هنا بيتكلم على الرين. فورستس. اللي هي لغابات الايه? المطيرة. see space live in the sea. طبعا يبقى كلمة خدنا على بعضها يبقى كلمة sea turtles. اللي هي الحيوانات او السلاحة في البحرية. live in the sea. they come to land to space there eggs. طبعا يضع يبقى كلمة lay. اللي هي يوبيض او يضع البد يبقى كلمة to lay there eggs. نروح لي سؤال الاختيارات. السؤال الاول بيقول. places on the map. الاماكن الموجودة على الماب الخريطة. seem to be near. يعني اتبان ان هي قريبة. but they are really remote. remote. remote قلنا بمعنى بعيد. يبقى remote means short قصير far بعيد. green صديق للبيع او اخدر. young صغير. يبقى هنا كلمة far. we use the prefix to make the opposite of happy. كلنا نحافظين happy عكسها unhappy. يبقى لجابة رقم b. محمد صلاح is popular footballer. a football player. the synonym of the world popular. كلمة popular قلنا بمعنى مشهور. يبقى بتساوي unknown. غير معروف. famous مشهور. soft name hard salt. يبقى كلمة famous. رقم b. omar is nice to ali. nice قلنا بمعنى لطيف او كويس. this means he space him well. بشكل جيد. treat you amel study you zaker. او يادرس. ignore يتجاهل surprise you faggot. طبعا هناك كلمة carriage اللي عربة يجرها الخيول. ship سفينة. ferry معدية. aeroblain طائرة. is based means to damage something so badly that you can't repair it. يدمر شيء. يبقى هنا انجوي استمتع. support you sanid. destroy. يدمر. fry. طبعا بمعنى yearly. يبقى هنا نحط كلمة destroy بمعنى يدمر. السؤال الاخير اللي هو يعني قصة اريناها طبعا ممكن نتكلم عن القصة اللي موجودة عندنا بتاعة اللي هي او القصة اللي احنا خدناها في الدرس دوت. برضو الموضوعات ديت هنلاها مكتوبة ان شاء الله في الوصف اسفل الفيديو. وفي فيديو مخصص لاهم موضوعات الكتابة عموما في الترمى الاول. ان شاء الله هيكون الرابط بتاعه موجود قريب على القناة. انتظرونا ان شاء الله في الفيديو القادم مع حل الجزء التاني من الوحدة. الدرس الخامس والسادس. والاختبار العام بتاع يونت سبن.